تفسير التوحيد تقريبا هذا يعني مجمل الكتاب كم قسم آمن يقول معي أترك الكتاب والجوال وكل شيء نعم كم قسم عشر أقسام مقدمة تفسير التوحيد الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى أسباب الكفر حتى نجتنبها الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة الأعمال الشيطانية أعمال القلوب الأسماء والصفات المناهل اللفظية الفاظ الشركية وبعض الشركيات والخاتمة هذا فهرس مختصر للكتاب حتى تعرف محتوى الكتاب سنبدأ بإذن الله تعالى بالمقدمة مقدمة الكتاب فيها بواب خمسة مؤلف رحمه الله قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى ما هو التوحيد أخوانا قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد تقول نعم موحد ومكتوب هذا في البطاقة الشخصية طيب ما هو التوحيد شرعا توحيد لغة لا نريد التعاريف اللغوية التوحيد شرعا نعم الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا فيه أن التوحيد أقسام التوحيد كم ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية ما هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير الثاني من التوحيد توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العبادة الصلاة الصيام الحج الزكاة نعم بالعبادة الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل طيب المؤلف رحمه الله قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى لم يكتب مقدمة لهذا الكتاب لماذا؟ هذا الكتاب كتاب التوحيد هو قطعة من صحيح البخاري بل هذا المؤلف رحمه الله تعالى هو بخاري هذا الزمن كما قال عنه العلماء نظر المؤلف رحمه الله تعالى في صحيح البخاري البخاري رحمه الله لم يذكر مقدمة لكتابه الصحيح وكذلك هذا المؤلف لم يذكر مقدمة بل من الأشياء التي تميز به هذا الكتاب أن الكتاب هذا ليس فيه إلا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام طيب سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هي لماذا هذا الكلام على الوهابية وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى الدعوة النجدية مثلا ما السبب السبب سبب واحد وسبب العداوة شيء واحد فقط هو أن كل من يعلم الناس التوحيد ويريد يعلق الخلق بالخالق يقول عنه وهابي ثم انظروا في مؤلفات هذا الرجل رحمه الله ماذا فيها هل يوجد فيها كلمة واحدة هو يخالف فيها الكتاب أو السنة أو ما عليها الأئمة لا بل قلنا هذا الكتاب ليس فيه إلا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام